تعالوا نعمل مع بعض حلقات البصل المقرمشة بطريقة والأسهل وطعم عن جد ولا أطيب بدي حبة أو حبتين من البصل الأبيض رح أقطعهم شرائح بهاي الطريقة لا تكون خميلة كثير ولا رفع كثير بعدين أفصلهم عن بعض هيك صار معانا جاهزة سبدي على جانب كوب واحد من الطحين ربع كوب من النشا ملعقة صغيرة بيكينج بودر ملعقة صغيرة ثوم بودرة ملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من الملح رح أحرك المكونات الجافة مع بعض بعدين رح أزيد فوقهم مياه غازية أستمر بإضافة المياه الغازية والخلط اللي يصير معانا هذا القوام السائل هسه رح أحط فيهم حلقات البصل بعدين رح أنقلهم على القرشلة أو البقسمات بغطيها بهذا الشكل بعدين رح أنقلها على زيت حرارته ما تكون كثير عالية عشان يستوي معانا البصل من جوا أول ما تتحمر معانا البصل بهاي الطريقة رح أحطها على شبك جانبي وأخليها تصفي زيتها كثير منيح على جانب بعدين رح أقدمها مع أي نوع صص إحنا منحبه وألف ألف صحا وهنا